اهلا بكم دعا رئيس الاستخبارات السعودية السابق والدبلوماسي تركي الفيصل للمزيد من الاجراءات الدولية لمنع مساعدة ايران لميليشيا الحوثي ووفق صحيفة الڭارديان البريطانية اعبر الفيصل خلال حديثه في تشاتام هاوس بلندن عن خيبة امل المملكة في الطريقة التي تساعد بها ايران الحوثيين مع تنامي تهديداتهم واتهم طهران بعدم الايفاء بالتزاماتها بموجب الصفقة الدبلوماسية التي ابرمتها ايران والمملكة العربية السعودية في الصين في مارس 2023 من جهتها اعلنت القيادة المركزية الامريكية تدمير قواتها منظومة صاروخية في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن واضحت انه تبين ان هذا النظام يشكل تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الامريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة واشرت الى انه تم اتخاذ هذا الاجراء لحماية حرية الملاحة واجعل المياه الدولية اكثر امانا للسفن الامريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في الاثناء اعلن الحوثيون اسقاط طائرة امريكية دون طيار من تراز مكيو ناين اثناء تحليقها في اجواء محافظة ذمار وذكر المتحدث العسكري يحيى سريع ان عملية الاسقاط للمسيرة تمت لكونها تنفذ ما اسماها مهام عدائية واشر الى ان هذه الحادثة تعد الثالثة خلال اسبوع والعاشرة منذ بدء عملياتهم ضد السفن في نوفمبر الماضي عود مسلحون قبليون قطع الطريق الدولي في ابيان ردا على مماطلة الجهات المعنية في الكشف عن مصير المقدم علي عشال الجعدني المخفي قسرا منذ اختطاف في عدن قبل ثلاثة اشهر على يد قيادات وزنود في قوات المجلس الانتقالي مصادر قبلية قالت ان قبيلة الجعدنة اوقفت حركة الشاحنات وناقلات الوقود في مديرية احور واحتجزت عشرات الشاحنات مع السماح بمرور المسافرين فقط في الطريق الرابط بين عدن وخضر موت واشارت الى ان المسلحين يرجعون الخطوة الى فاشل جميع المحاولات السلمية في الكشف عن مصير عشال لافتة الى ان اللجنة الامنية منعت ابناء المحافظة من التظاهر واستخدمت القوة المفرطة ذي التهم باشرت لجنة الرئاسية المكلفة بالنظر في مطالب ابناء حضر موت نزولها الميداني بلقاء مع السلطة المحلية في الوادي والصحراء بعد نحو شهر من تشكيلها وقالت السلطة ان الاجتماع ناقش جملة من المواضيع المرتبطة بالوضع الحالي والمقترحات الخاصة بتحقيق المطالب بناء على مصفوفة المتطلبات المرفوعة عبر السلطات المحلية والمكونات السياسية والمجتمعية من جهته اعلن عضو المجلس الرئاسي والقيادي بالمجلس الانتقالي اللواء فرج البحسن في مذكرة للعليمي رفضه حضور اجتماع المجلس المخصص لمناقشة الازمة بحضر موت بذريعة تأجيله اكثر من مرة بأعذار غير مبررة نهاية الموجز الى اللقاء موسيقى موسيقى